سياسيا شهد مساء أمس المجلس البلدي للحركة الوطنية للإنقاذ بالدائرة الرابعة حفل تنصيب عضاء مكتبي الجديد وذلك في مناسبة ترأس الأمير العام للحركة الوطنية للإنقاذ محمد زينباد عباس بحضور أمين المكتب البلدي بجدة ممار وأمينة الدولة بالمالية بانتا سوشالي بجانب المناظرين أحمد خميس جمع تفعيلا لأداء المكاتب مع ما يتناسب مع الظروف الحالية والمستقبلية جاءت عملية تشكيل المجلس البلدي للدائرة حيث قرأ الأمين المكلف بالأيدولوجية والدعاية بالمجلس البلدي لأنجمين محمد نور حمد القرار رقم 36 القاضي بتعيين من يمثلون وهم 22 عضوة حيث أعطيت الأمانة التنفيذية للمجلس لبكر مصطفى ينوب عنه محمد حسن محمد صالح بعد ذلك وجد أعضاء المكتب تهنئة حارة من قبل الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ والمدعوين عقب ذلك قدم الأمين التنفيذي للمجلس البلدي لأنجمين أبا جدة مامار كلمة التنصيب وطلب منهم العمل بجد في تحقيق أهداف الحركة ويجب عليهم التعاون مع الأهزاب المتحالفة بينما النائب البرلماني عثمان عوط عبد الكريم في مداخلته أشاد بالحضور لتلبيتهم الدعوة في حين أن الأمين التنفيذي للمجلس بالدائرة الرابعة السابق هارونة رمات أثنى لروح التعاون لزملائه أما بكر مصطفى قائد المكتب الجديد لمجلس طلبه من الأعضاء التكاتف من أجل رفع التحديات والوصول إلى الأهداف المنشودة نائب الأمين الوطني المكلف بالأيدولوجية بالمكتب السياسي للحركة الوطنية للإنقاذ أبا بكر سليمان في كلمته تطرق إلى العديد من المحاور السياسية والأمنية والسلام والاقتصاد وقال كلها تسير بشكل جيد كانت المداخلة الأخيرة للأمين العام للمكتب الوطني السياسي للحركة الوطنية للإنقاذ محمد زين باد عباس حيث طلبه من المكتب الجديد القيام بتوعية السكان وكذا الخروج بكثرة في الملتقى الذي تنظمه البلاد في الأيام المقدمة ترجمة نانسي قنقر